تعويم العملة هو نظام لتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو بناء على العرض والطلب في الأسواق المالية الدولية دون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المراكزي في تحديد هذا الصعر في نظام تعويم العملة يتم تحديد سعر صرف العملة بناء على عوامل السوق مثل العرض والطلب عليها وهذا يعني أن قيمة العملة يمكن أن تتغير بشكل يومي أو حسب الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية تعويم العملة يعكس أساسا الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة حيث يمكن للعملات أن تتحرك بحرية بما يتناسب مع تغيرات السوق على العكس من ذلك في أنظمة تثبيت العملة تحدد الحكومة أو البنك المركزي سعر الصرف بشكل صارم وقد يتطلب تدخلها المستمر للحفاظ على هذا السعر تعويم العملة يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد عندما يكون هناك ضغط على العملة أو حاجة لتعزيز التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي ولكنه قد يزيد من تقلبات أسعار العملات ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي في بعض الأحيان ترجمة نانسي قنقر